حياكم الله مشاهدين الكرام متابعي قناة الايام الفضائية وهذه حلقة جديدة من برنامج الوسم انا كرار حباظ واصل قصر وفقرة فيس تو فيس خليكم ويانا حادي يروح بعيد حياكم الله من جديد مشاهدين الكرام اهلا ومرحبا بكم في فقرة فيس تو فيس حيث الاخبار والمواضيع والاحداث المحلية والعربية والعالمية اللي دائما ما تكون موجودة في برنامجنا برنامج الوسم وقبل لان نروح لفقرة فيس تو فيس وولى المواضيع نذكككم المنتخب الفرنسي تغلب على المنتخب البولندي ثلاثة اهداف مقابل هدف واحد وتأهل الى الدور القادم من بطولة كأس العالم 2022 قطر مبارك لكل الجماهير العربية اللي تعشق المنتخب الفرنسي من ايام زيدان بلاتيني وغيره وحظ اوفر الي والاصدقاء من مشجعين برشلونة اللي ان ليفاندوسكي طلع من البطولة غير نتائج مباراة كأس العالم باللي لك مباراة قوية جدا ما بين انجلترا والسينيقال طبعا بما انه كأس العالم حدث وترينت فقلنا ننطيكم النتائج اول باول موضوعنا الاول في فقرة فيس توفيس في هذه الحلقة موضوع جدا مهم العملة بالدول تكون فئات فئات صغيرة لحد ما تكون فئة اعلى فئة اعلى من هاي الاعلى عدنا بالعراق احنا مثل ما متعرف عليه ربع دينار خمسمائة دينار ألف دينار بعدها تبديل خمستالاف دينار عراقي بعدها عشرتالاف دينار عراقي بعدها خمسة وعشرين ألف دينار عراقي فقط لحد قبل فترة سنتين اعتقد او سنة ونص صارت الخمسين ألف دينار عراقي فقط هاي الفئات اللي عدنا يعني ما عدنا ميت ألف ورقة نقضية واحدة ما عدنا ما عدنا مثلا مليون دينار ورقة نقضية واحدة ما عدنا مع العلم انا بوجهة نظري لازم تصير وايضا ما عدنا الفلس والفلسين وهاي السؤال في العملة المعدنية اللي هي يتم تداولها بشكل كبير فتكون أفضل من الورقية تخرب المهم هس راح يتم اطلاق عملة جديدة هاي العملة الجديدة قد فئت هاي عشرين ألف دينار عراقي هاي العشرين ألف دينار عراقي هيا ما بين العشر تالاف وما بين الخمسة وعشرين البعض يقول لك يا بي احنا شنسوا بيها وحنا عدنا خمسة وعشرين ألف دينار عراقي والبعض الآخر يقول لك مفيدة نستفاد منها بس أنا بوجهة نظري أشوف أنه الفائدة الوحيدة من هاي العشرين ألف دينار عراقي أكو واي شغلات تصير مثلا بواحد وعشرين ألف بعشرين ألف أهل المحلات يسولها تقريبي رقم تقريبي يصعدوها تصير خمسة وعشرين ألف ما عرف ليش فهنا راح تفيدني اكو شغلات فيه عشرين عشرين ألف استحقاقها واحد وعشرين ألف فيتشي الجماعي سوي خمسة وعشرين ألف ويا الله يعيش العراق هاي السبعة ماكو عشرين ألف دينار عراقي عملة راح تصير بالعمل أو الفلوس العراقية خلي نشوف الموضوع تفاصيله وشنو كانت ردود أفعال الناس حول هذا الموضوع طبعا البنك المركزي سنطرح عملة عشرين ألف دينار الجديدة نهاية العام المقبل يعني في ألفين وثلاثة وعشرين نهايته فأنتوا من هسا تحضروا جماعة المتفاجئين يعني جماعة المتفيدني من هسا أنتوا راح تعرفون أنه العملة الجديدة راح تطرح في سنة ألفين وثلاثة وعشرين بنهايته وهذا كنا نعرف هذا الشيء يقول سجاد لو يطرحون نقود معدنية من فئات الميتين وخمسين والخمسمية والألف دينار كلش أحسن باعتبارها ذن الفئات تستخدم أكثر من غيرهن وبالتالي النقود الورقية عرضة للتلف أكثر يعني هم كلامة أو تعليقة بوجهة نظر يقول لك هذني تلفن العملة الورقية المعدنية ما تتلف فالربع دينار المفروض يصر دوائرة هاي الحال العملة المعدنية الدينار لازم يصر هي شيء خمسمية دينار أعتقدها من المفروض يصر حتى لألف دينار ما أنا أشوف هاي بوجهة نظري من توصل عشر تالاف دينار أكو من توصل خمس تالاف دينار أكو خمس تالاف دينار ما قبل خمسة دينار فلس ثلاثة فلوس من درجة قد هي اسمايلي تقول ما الهداعي ليش عزيزتي ما الهداعي حكمت عليها يجوز يقول الهداعي يجوز فعلا ما الهداعي ما سيش حكمت عليها من البداية سنة الجاية في عام ثلاثة عشرين تنزل نهاية هاي كمنها السعارة تليش يقول هاشم سولنا عملة أم المئة ألف خمسمية ألف أنا وياكبها الموضوع مئة ألف لازم تصير خمسمية ألف لازم تصير مليون دينار لازم تصير مليار هم تصير عملة وحدة ما بيشي ليش واحد يظلي يحوقل بفلوسة خلي هنا عملة بصيرة عادي ما يكو شي عزيز المشاهد المهم انت فرحان ومتونسوا كأس العالم المهم انت متونس حبيبي بلد يصنع تعدد في العملات هو هو اقتصاده في تنازل وما ينفع بالنسبة للدولار رفعوا العملة بعدين سووا تعدد تعدد عملات آخر تعليق من زمن تقول زمن الموسى تقول ما لها داعي مو تكون خمسة وعشرين الف وكو خمسة مو عدكم مو اتكو شنو مو اتكو يعني زمن شنو مو اتكو مو اتكو مو اتكو مو اتكو مو اتكو مو اتكو ايه يلا نمشيها نمشيها و اكو خمسين الف العشرين شنو فاعدتها بس كثرة اوراقه بالنتيجة تنزل قيمة الاملة بعد فترة ويخرب الاقتصاد خربتها زمن خلاص هذا هو تدللين عملة ماكو بعد عمي تدللين عملة ماكو بعد يا زمن الموسوي بعد ماكو عملة احنا بعد هذا هو ان شاء الله راح نخاطب البنج المركزي العراقي نقولهم يا بس الزمن ما تريد العملة هذا كان موضوعنا الاول في فقرة فيس تو فيس اللي هو العملة النقدية راح تكون فئتها اه عشرين الف اكو في عشرين الف فهذا كان متداول في اليومين الماضيين وايضا اه رواد مواقع التواصل الاجتماعي كانت لهم اراء بخصوص هذا الموضوع حتى ننتقل للموضوع الثاني لازم شوي انطيكم موديباجة وانما دائما ما احنا نجيب برنامج دائما ما نسالف على موضوع الحراق وناخذ كثير من المواضيع والاحداث وبعضها يكون ترند لفت انتباهي اه خبر انتشر البارحة وعول بارحة تشعر بصورة كبيرة جدا يقول لك عدد الحراق في العراق لسنة 2022 اللي هي بعدها ما خلصانة بلغ 26 ألف حريق 26 ألف حريق عدد الحراق اللي سجلها الدفاع المدني في العراق هذا الرقم مبالغ بيه جدا لذلك لازم ناخذ الموضوع وناخذ تفاصيله ونعرف شنو السبب اللي يخله هذا الرقم 26 ألف اذا تقول لي عدد الحراق اللي صارت بالعراق لسنة 2022 26 حريق فقط ممكن اصدق وقعد احسبوا ياك واحد بالنجيف واحد اثنين ببغداد واحد بكركوك اظل احسب ليك الباقيات وين بس هو العدد 26 ألف حريق هذا العدد المهول هذا مو فقط بالمحلات التجارية والأسواق والأماكن التجارية هذا يضمن لبيوت المنازل اللي تكون بيها العدد تكون عدد الحراق أعلى المنازل فموضوعنا وخبرنا والترند الثاني يقول عدد الحرائق 26 ألف حريق في أو خلال سنة 2022 والله يا عمي هنا سأقول لكم ما راح اسكت التماسي الكهربائي على قلة المعرفة على قلة الوعي على قلة الوعي على قلة الإدراك بالشي اللي راح يصير ممكن هذا الرقم يكون صحيح بل أعتقد انه صحيح بس لازم نوجه ونحتي ونقول ديروا بايكم أخذوا حذر الصيف دائما ما تكون بيه الأعداد كبيرة جدا سبب ارتفاع درجات الحرارة ها والله تماسي كهربائي يا أخي شنو هاي الكهرباء شنو هاي الكهرباء شوية تماس كهربائي شوية ما أعرف في الصار هذا لازم تاخذون حذر من عنده كل واحد يخاف على رزقه يخاف على ماله يخاف على اللقم اللي ياخذه فأتمنى يا مواطنين العزاء شوفوا الرقم طبعا راح ناخذ الموضوع تفاصيله وراح تشوفونا الرقم جد مزعج بل وكارثي العراق يسجل أكثر من ستة وعشرين ألف حريق خلال عام الفين واثنين وعشرين وجانب الرصافة الأكثر تضررا عم هواي وداعتكم هواي كل يعني كل شي هواي يعني صراحة يعني جانب الرصافة أكثر تضررا طبعا المحامي أحسين يقول وفريق الإطفاء تسعين بالمية من عدهم منهم لو يشلفونهم من هاي الوظيفة أفضل يشلفوهم يعني بطلهم ما بيهم نفع الحريق يلهم الأخضر واليابس يلا يجونك بالأخير بعد ما همدت النار لا حبيبي أنت ليش ما تطهم حقهم موضوع الازدحامات اللي يصير بالبلد أنت ليش ما تطهم حقهم من الطب سيارة الإطفاء وما تلقي طريق تعبر هذا طابق على الرصيف هذا مخلي واير وداك اليوم إحنا جبنا فيديو أظهرناه في الحلقة عن معاناة سيارة إطفاء رادت تدخل لمنطقة سكنية في بغداد حتى تخمد حريق ماء ما قدرت السيارات إذا قلت له هورون يجي يطلع من بيتهم بنايم الظهر طلح عليه طبعا يحترق البيت طيحقه بهذا الموضوع طيحقه بالطسات بالازدحامات بالطرق الوعرة وإذا عنده طريق والناس تفتح له طريق شنو يعني شيريدي مقابل ما رح يجي على العموم؟ والله حتى فحطتني أحسين إيمان العراق تقول الله ينتقم من كل من كان السبب أما أسامة تقول أكثر الحرائق سوء الاستخدام عدم الخبرة في مجال الكهرباء والوايرات نصرد لود على الجوزات الكهربائية فعلا يقول المحمد المحمدية المحمداوي المحمداوية أو المحمداوية المحمداوية تقول بسبب التماسي الكهربائي وهذا كل شيء يصل بالله بسبب التماسي الكهربائي لا جديد يذكر ولا قديم يعاد أبو حاتم يقول سببه مال تسليك الكهربائيات كلها تشط على السقوف سندوي تساعد ثقف تانوي هماله من يوم الشركة شكبرها مخليها مطفى مال سيارة مخمسطعش كيلو لا نظام اطفاء لا نظام تسليك لا اسخام أكيد سبب حريق لا هو الاسخام موجود في الحريق ورحصة الحريق رح يطاير الاسخام يا أبو حاتم السلامي هذا كان موضوعنا الثاني في فقرة فيس تفيس حيث العدد الكبير من الحرائق موضوعنا الثالث في هذه الفقرة في أجواء كأس العالم وفي خضم المنافسات ما بين المنتخبات التي تتبارى فيما بينها في البطولة الأرجنتين المكسيك البرازيل إنجلترا فرنسا البرتغال بولندا ألمانيا اليابان كثير من المنتخبات المنافسات ومنافسة شرسة على المقاعد على الحصول على اللقب في خضم هذه المنافسات هناك دوام رسمي في بغداد للمدارس ليس فقط في بغداد والعراق وإنما في كل البلدان يا بس قطر معطلة لأنه منطينهم أطلة رسمية لأنه البطولة في أرضهم هناك دوام رسمي استمر مدارس جامعات المعاهد الكليات كل الناس الداوم موضوعنا الثالث في دفتر امتحاني لأحد الطلاب في خانة السؤال كتبه أستاذ أنا احترمك وأعزك وآسف سلمت ورقة الامتحان فارغة لأنني هسا متابع مباريات كأس العالم مع تحيات مشجع الأرجنتين إنه مجنون في ميسي إنه مجنون في ميسي أو ميسي شي تسمون تسموه 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 البعض ياخذ الموضوع من غير خانة والبعض الآخر ياخذه من خانة ثانية وانا أخذه من خانة مدرا شلون وانا عندي بي رأي وانا تعدكم بي آراء خلنا نجي نفصل ونسؤل أولا غلط اللي صار ثانيا القراءة أو القراءة أو الدراسة أهم من كعس العالم ثالثا لو ما دراستك ما كان وصلت أنت لها المرحلة بحث تكتب وتعرف وتباوت أنت لو كل شي ما تعرف ما كان وصلت لهذا المستوى رابعا الدراسة لها حرمة حرمة حرم جامعي نسميه حرم جامعي دراسة لها حرمة فيه أنت معتذر معتذر الموضوع تريند تريند الأستاذ ما خصوا رأي ونشرها ما خصوا رأي ونشرها بكيفه بس يا حبيبي دراستك أهم أكثر واحد مجنون بليوني الميسي هو آني عن البارحة يمكن كاتب بي كاتب بي غزل بعد المباراة كتابت لي غزل كتابت لي يعني استاذكرت لي أنت أنت الضوء الساطع الذي تلاحظه تلاحظه ناسا من أقمارها الصناعية أنت النقطة هاي كتابت لي نعم أنا السيابة أصير بمسي أصير بي شاعر أصير بي المتنبي مسي اللي شاع نورة بالدوحة بس ما ألعب دراست أو شغلي وقعد أتفرد على ميسي وأجي بعدين والأرجنتين وأجي بعدين ما أجاوب هاي النقطة غلط هو صح موضوع ترند وصح المفروضة استحنا نسخار ونسولف وهذا وهذا ما وش وش كاتب للأستاذ وان اللي سويته غلط أهم شي دراستك أهم شي بالحياة تكمل دراستك باشر عقبة تروح محترم تكمل دراستك تلقي وظيفة تلقي عمل كل شي ممكن تلقي في دراستك فاللي سويته غلط بس هو بعد يعني مس يعني شي سوي خلي نشوف الموضوع تفاصيله وماذا كانت ردود أفعال الناس استاذ انا احترمك وعزك بس يعني واسف سلمت ورقة الامتحان فارغة لاناني هسا متابع مباريات كئس العالم مع تحيات مشجع الأرجنتين مجنون ميسي هذا ميسي جنن العالم والله التعليقات ما عارف ليش تأخرت يقول طالب قمة في الأدب وكلامه جميل يعتذره من المدرس ويعطيه سبب عدم جوابه على الأسئلة المفروض المدرس يعيد للمتحان في وقت مناسب ايه بعد ونجيب له يعني اش اسمه نجيب له مكرمة من الوزارة ونطلعه نجيب له منحة دراسية بأوروبا نوديه لسبانيا نوديه للأرجنتيني شوف ميسي لا نوديه الفرنسي لان هسا ميسي راح يرجع للفرنسي لاني العباري صدك تذب يا حبيبي كاظم يقول هذا التلميذ للأسف ما يعرف معنى العلم سبب عدم متابعته من البيت يجب تنبيهه على أهله مراقبته لينتبه إلى نفسه يجب محاسبته حتى يركز ان العلم أفضل من تلك الشعارات التي غذت ويمكن يريد يقول غذت بس كاتب غذت المجتمع بتلك الألعاب الرياضية لا حج هنا وسعت مننا خأرص الألعاب الرياضية هي مو انسى تنوم صبرت نسى نطلع منها تبدي لعبة بالعشرة وانسى فلا تقل لي غير هي حلوة بس ما يصير يترك دراسته ويشوف هاي التفقيرات لكن ليس على حساب التعليم الأساسي نتمنى من جميع التربويون متابعة التلاميذ والطلب وتعليمهم معنى العلم وبعدها الرياضة وايضا احترام المدرسة والاستاذ يجب أن يكون ترسيخ مثل هكذا الأمور في أذهانهم كاظم العلي انت يمكن تربوي استاذ كاظم العلي وذلك أنا قرأت لك تعليقك للنهاية وكل شي سويت بتعليقك مثلت رايقشنات يعني حتى تعبت والله سعيد يقول بس انت فاهم الحياة صح كاس العالم كل أربع سنوات مرة واحدة والدراسة كل سنة استمر يا أخوي بش انت على يمن يستمر يستمر على دراسة على مدكس العالم كون يمي انت هسا كون يمي كون يمي رأى يتدلل دلل تقول هس وزارة التربية ستقرر إعادة الواجبات اليومية والامتحانات الشهرية التي أجريت في فترة مونديال قطر 22 تضامنا مع الروح الرياضية لطالبتنا العزاء ها قولوا مو خوش قرارات من التربية والتعليم إلى الهاوية هذا التعليق راه اللي هو كان ما أعتقده هو آخر تعليق بس أي مو آخر تعليق تعليق راه أكو بعضه تعليقات شكتوا محمد يقول عنطي صفر وخلي يطلع من دور المجموعات واسمايل يضحك أيمن العساوي يقول ليش متعجبين؟ مرة أحد التلاميذ في صف السادس إجا سؤال عندما نكمل من الإقل ماذا نقول؟ الجواب الحمد لله والشكر جواب التلميذ صبونا شاي هاي الشذاب هاي منك ما أدرك شام سنة أدرك سانة ما جاني سؤال عندما نكمل من الأكل ماذا نقول؟ أول شيء الأكل ينكتب طعام زين؟ مو عندما نكمل وما يكتبون نكمل زين؟ ماكو شيء يسمى نكمل باللغة العربية الفصيحة يعني أكو أكمل نكمل تكاتب عندما نكمل زين؟ من الأكل هاي من عندك وما يصبونا شاي يعني محاولة فاشلة ليبحاكنا في المرة القادمة حاول أن تضغط على نجمة ستة صفارة مدرجية شباج راح ينزل لك كوب استكانت شاي أبو البفل مو أبو الخير تحياتي إليك هذا كان آخر تعليق وآخر موضوع في حلقتنا لهذا اليوم لا يا آخر موضوع آخر موضوع في فقرة فيس توفيس أخذني الواسة أريد تختم من وقت ما شاء الله يعني شاهدين الكرام فاصل قصير وفقرة ترند تيوب خليكم ويانا أحد يروح بعيد حياكم الله من جديد أهلا ومرحبا بكم في فقرة الترند تيوب سأترككم مع فيديو طويل نوعا ما ولكن أنه نابغة عراقي نابغة عراقي إذا هست تسمع الفيديو وطلع الحاسب وتقعد تحسب ويا ما تلحق لأنه أسرع منك أنتم والنابغة العراقية في الحساب أنا حسابته ألف وثلاثمئة في ألف وثلاثمئة طلح هذا الرقم فعلا صحيح مليون وستمئة وتسعين ألف حسابته أطلع الرقم صحيح مضبوط تشك رقم الحسابه أنا حسابته أطلع فضل عدك سبعة وسبعين قال في سبعة وسبعين يساوي خمس تالاف وتسعمية وتسعة وعشرين يعني كل الأرقام الحسابة صحيحة بحق لب خلال الثانية محدة يعني أسرع من الحاسبة يعني أنت بعدك بالحاسبة وأنا بعدنا بالحاسبة ألف وثلاثمئة في ألف وثلاثمئة هو حشاء حشاء بعدنا حتى غلطت تصفر وهذا هو حشاء ورجعت أتى من جديد وما أدري يعني ما شاء الله عليك نابغة هذا شوفوا هو يشتغل مكان يعني ما يمكن أماكن بغدادية قديمة عنده صاحب مطعم أعتقد هو صاحب مطعم بسيط يعني أعتقد مطعم فلافل أو أكلات يعني بسيطة شكلها يعني بالشورجة في شارع الرشيد بهاي المناطق بس يعني ما أعرف وبالمناسبة يعني هاي السنة الكبيسة وتاريخ الميلاد ويصادف يوم أحد ويوم سبت راهم شغلة قوية يعني هذا خوارزميات مدرشي صحولة الحساب رياضيات هو بشنو بارة إحنا ما نعرف لأنه أظل يسوي علي أنا بدني مالاته وإحنا سأصعفني هو بشنو بارة لحدنا نمادر الرياضيات بالخوارزميات بالسنوات بالفلك بالهذا ما بس هو يعني أنا متأكد بالرياضيات طبعا إحنا من خلال التعليقات قدرنا نعرف هو منه وإن كان يداوم ومن سكنة شنو فخلي نشوف التعليقات بها هواي معلومات مفيدة عن هذا المواطن البسيط ولكن العبقري إنه مواطن عبقري علي يقول هذا ياسر كانوا يا يه كلية الهندسة طبعا كلش ضريف وهزلي شفت قبل فترة عندك أفترية بسيطة بالشورجة مع العلم هو مهندس مخرج نجافة مضبوض قال لي لو بالشورجة لو بالشارع الرشيد وأنا قلت لكم لو بالشورجة لو بالشارع الرشيد وطلع بالشورجة ياسر عند ميزة كلش قوية بالحساب وليس الرياضيات دماغة أسرع من الدماغ الطبيعي بكذا ألف مرة فادي يقول ما شاء الله قبل ما أفكر أجيب الحاسب وهو مخلص حساب الأرقام وحاسب عشرين رقم غيرهم هذا موهب من الله عز وجل فعلا إنه موهب ماذا نقول أبو جهراء يقول إذا ياسر ابو الفلافل ناضغة بالرياضيات صديقي من سك ذا عود هذا ذا الحمد لله وشكرا على كل حال الهاء وان راحت الهاء وان راحت شي اسمك أبو زهر راحب الهاء وان راحت من سكنة شارع فلسطين وهو العظيم فقير بشكل وطيب القلب تعليقات أيضا المفروض يخلوه محاسب موازنة ختامية في البنك المركزي العراقي وأي ذلك على عقل الشيء ليه هذا يحسب كل شيء عاد يدير بالك تدايل مني أدري بس قلي بالعلك حاسبة لوم دقي لك برنامج خاص هذا الزرائلة شايف الفيلم مال لمبي 8 جيجا زرع له لانه شريحة وظل بالنفوس نديا الأسيوطي نديا السيدة محمد مدر شنوه فهذا يمكن يجب أن يسوي له هو هكر هذا يعني مو طبيعي فلو زرعي اللي هنا شريحة فلو زرعي اللي هنا شريحة مستحيل هذا يكون طبيعي ما شاء الله عليه أقولكم أنا وبالتعليقات والناس كلنا حسدنا الفيديو جايب ملايين فهو إحسدنا يعني ياسر هو اسمه مضبوط كل الأرقام جمعتهم في الحاسبة مضبوط أحمد أبو زهراء يقول أحمد تردت يعني قاعد تحسب وراء تجمع كل الأرقام هنا رقم واحدة أنا حسبت طلع صح بعد هذا وما يحتاج أنت قاعد تحسب وراء مضبوط هجد وهجد خطيعة في الرجال هذا كان الفيديو الأول اللي انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي باليومين المضن عن ياسر هذا المواطن اللي هو نابغة بالرياضيات الفيديو جاي يقول لا لش أليب هذا طفل عراقي في صف الأول ابتدائي ضايج من القراءة ليش ضايج تفضلوا ليش ضايج يقول لش ما ليه يدور صايد الفلك هذا الطفل يقول لك بوخ نديم قديم مثل مارمازون قديم يقول لك كلهم زنجر يقول لش ما ليه يدور صايد الفلك هذا طفل عراقي انتشرت هاي الفيديوهات اللي بمواقع التواصل الاجتماعي ضايج ويتهكم عليه ما موجود فيه درس القراءة يقول له صايد الفلك فأول شي هو ينحب وشكله حلو ويضحك بنفس الوقت وكاركترا هو كاركترا حلو وأسئلته يقول له يقول له احنا شعلي هنا بنديم احنا شعلي هنا بنديم يعني وشعلي هنا احنا بيه لأنه احنا شعلي هنا بهذا المسمار ما شني يقول له كله قديم ليش ما فهو أسئلته أسئلته يعني ما عرف ممكن سابق سنة أو عقله سابق سنة وهذا الفيديو انتشر بصورة كبيرة جدا في مواقع التواصل الاجتماعي منال عدد كبير من التفاعل عند الناس يعني فكانت تعليقاتهم متباينة فيما بينها خلنشوف ردود الأفعال حول هذا الفيديو بوق نديم قديم مسمار مازن قديم يقول غيث بالمناسبة الطفل اللي يوجه هكذا نوع من الأسئلة أذكى طفل الأمر مو مجرد ضحك سؤاله من ناحية العمرية جدا منطقي احنا شعلي هنا ببقراته المشكلة والطامة الكبرى الأساتذة يعاملون الطفل اللي يجاوب بأنه أذكى طفل ويميزونه بدرجات عن زملائه في حين أن العلم أثبت أن الطفل اللي يتمكن من صياغة الأسئلة وطرحه هو الأذكى والأجدر بالقيادة صفا تقول للعلم هذا طفل بعمره وأسئلة اللي قاعد يطرحها أسئلة ذكية ومنطقية هنا لازم دور المعلم يجاوب على أسئلته ويقول إلى أنه الغرض من هذه الجمل هو تعلم الحرف قاف وأوضح له وما أنزعج من أسئلة اللي تطرح أمل تقول المفروض المناهج تتطور وتحاكي النمو المعرفي والفكري للأطفال ويجب أن ترتبط بالواقع الفعلي والحياتي للطفل أولادي سر وسعادتي تقول دراسة خاطئة وبدون انتباه وتركيز المفروض من الأب أن يعلم الولد على المواظبة واحترام الدرس لأنه ينفعه في المستقبل أما أسئلة تقول بعد وراء قد دور ومنير ومناف ومازن وأمين ونبيل وخير من الله كل واحد عنده شغلة هاي كان آخر تعليق خصوص هذا الفيديو الفيديو اللي بعده اللي أيضا راح نختم به الحلقة هو أيضا فيديو اللي طفل بس هذا طفل طفل عبقري يعني فعلا طفل عبقري بالمترو طو هاي المدرج يصحولها هاي المكعب هاي التفتر ويضل يلعب بيها ويعدلها خربط هاي لمدرج قد سواها مدرجة موصلة خلال ثواني رجحها كي إنما شيئا لم يكن خلال نشوف الفيديو ونرجع نسؤله والله صدقي الراد إنه يتواحدة يتواحدة يوم شنو الراد بسنة ما حله اسبوع كامل ما حله ثلاثين حلقة ستواستعداد عجيب هاي وما حله ما شاء الله علي هذا طفل فعلا يعني خارق الذكاء كماش يضل سوا ليتواب ثواني وبالبداية بس باو عليها سعي شاء الله شون ويكملها يعني يمكن إذا تطنياها يعني الراد بأقل شيء يعني شهر والله والله ما حله كمين أنا أنا متأكد يعني أنا ما رد أصارعكم عدنا وحدة بالبيت ما ردنا أخوية كارومي ما حلية جابها مرة ظلية تحاول بياها فشلت قلت لأخذها وارروح مني هذا الطفل اللي هي حل هذا كلها بخلال ثواني ذكاء خارق ذاك الطفل العراقي يقول لي احنا شاء علينا ببقراته وليش كله قديم 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 بوق نديم قديم شاء علينا حنا ببقراته فهذا طفل هم أبكي خليشوف التعليقات ماذا كانت حول هذا الفيديو يقول غزوان واني اشتريتها الصباح بالليل كسرتها نعاش تيدك بالليل كسرتها اللي ما قدرت تدحلهم بين قحطان الجابر يقول بالضبط نفس سرعة السياسي بسرقة الأموال اي هذا صاروخ أرض جو محمد حميد يقول اصلا كلش سهلة انا جبتها سنة كاملة ما حليتها تالي كسرتها طبعا تكسرها ليفي يقول وحنا الطفل العراقي يتعلم على عمك وعلى خالك وروح العم بالشارع لا تعليم لا دراسة لا صقام يا صديقي يا عمك سويته في العمو اياي هل تنعلم تبع على أمو تبع على خالو يتعلم على بس ماكو غير هات زهراء تقول ولكم لا تنشروا إذا عمي شافه يطيق بليزار يطيحه زهراء لا تخلينا عمك يشوفه ويكتعش ينشذب لا تخلينا عمك يشوفه واخر التلفزيون من عمك لا خطيئة يشوف الطفل بيقوم وانا يحلها بسنة وبعد ما نقدر احنا شا نساوي وشاهدين الكرام وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج الوسم حتى ألتقيكم في الحلقة القادمة وقلتكم في ماء الله ترجمة نانسي قنقر